شهدت سماء مملكة البحرين يوم أمس ظاهرة فلكية نادرة تسمى بالاقتران العظيم لكوكبي زحل والمشتري حيث رصدها عدد من الفلكيين والمختصين في الجمعية الفلكية البحرينية وعدد من الهوى والمتابعين للظواهر الفلكية ظاهرة فلكية نادرة رصدها العلماء والفلكيون وهوات الرصد في مختلف دول العالم ولم تكن مملكة البحرين ببعيدة عنها حيث رصدتها الجمعية الفلكية البحرينية تمثلت الظاهرة في الاقتران العظيم بين كوكبين عملاقين وهما المشتري وزحل ولاقت اهتماما كبيرا من قبل المختصين والهواتي في هذا المجال هذا الحدث يعتبر من الاحداث الفلكية النادرة ويسمى الاقتران العظيم الاقتران يحدث دائما بين كواكب ويحدث بين زحل وبين المشتري كل 20 سنة ولكن سمي عظيم لان هذا الاقتران قريب جدا من بعض لما اقول قرينه اي من الشخص اللي يلازمه فهذا الاقتران اي يرى بالعين المجردة انهما مقتربان جدا جدا لدرجة ان الاقتران يوصل الى 6 دقاء قوسية بمعنى عشان تتخيلها لو خذينا القمر وخذينا السرس منه هذا السماكة دي اللي هو حوالي درجة تقريبا عشان درجات قوسية فاذا يبين لنحن اي واحد يرصد الكوكبين اللي كنا نشوفهم يعني قبل شهر بعيدين من بعض حوالي يكون درجتين صاروا في اكتوبر 12 اكتوبر حوالي درجة ونص بدأوا يقلون اليوم فقط مو درجة ولا نص درجة اللي هو 30 دقيقة قوسية وانما 6 دقاء قوسية بعض الظواهر الفلكية يمكن رصدها بالعين المجردة وكثير منها يرصد من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة ومتطورة لتحقيق قراءات دقيقة ورؤية اكثر وضوحا من سماء العاصمة المنامة عبر عدسات التلسكوب المتطورة التلسكوبات اللي احنا نستخدمها الحين في انواع عديدة من التلسكوبات في تلسكوب نيوتينيين في دوبسينيين في كاسي جرين هذه اللي نستخدمها الحين كاسي جرين هذه متطور جدا سمارت يشتغل على تقدر تتحكم فيه بالتلفون الذكي فالميزة اللي فيها انه تقدر مثلا تشوف الجرم انا ما اخليت عليهم كاميرات عساس اتشوف لايف يعني حي ووسع العدسة 200 ميلي عساس انه شنو يستخدم اكبر كمية من الضوء والله صراحة يعني في الاوينة الاخيرة اتشوف الاهتمام كثير زادي يعني من قبل يعني الفترة السابقة قبل شمسنا ما كنت اتشوف الاهتمام اللي احيانا تشوفه الناس قامت تحب انه ترصد شهب تحب انه تصور القمار تحب انه تشوف الاجرام السماوية مثل السدم مثل المجرات مثل الكواكب والعالم كلها يعني اتشوف اتشوفها قاعدة تتجه الى هاي الهواية وتشتري مناظير فلكية كاميرات احترافية تتبع الظواهر الفلكية ومراقبة حركة الكواكب وما تحويه السماء من حول الارض امر يستهوي اعين الكثيرين ويتيح لهم فرصة للتأمل والتفكر في مدى دقة وروعة هذا التعقيد المنظم للمجرات والكواكب في هذه السماء الواسعة فرصة سانحة ونادرة للتمتع في بديع السماوات وما تحويه من ابداع وجمال وتنوع يغري الفلكيين وهوات الرصد والمراقبة للتمتع في هذا الاختران العظيم بين كوكبي زحل والمشتري يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر